اكيد فيه ردود فعل كبيرة جدا بعد الغاء مباراة اليوم نتيجة انسحاب نادي الزمالك وتم اعتماد فوز الاهلي بالثلاثة نقاط في قرارات رسمية اعلنتها الربطة في مساء الامس وبالتالي المباراة الي كان مقرر اقامتها اليوم في استاد القاهرة الساعة سبعة مش اقول تم الغاءها هو خلاص تم اعتبار الزمالك منسحبا وبالتالي خلاص هذا اللقاء اصبح من نصيب النادي الاهلي الفوز بثلاثة نقاط وعلى هذا الاساس النهاردة النادي الاهلي بيستقنف تدريباته استعدادا لمواجهة تأفركم طيب الخطاب الرسمي قدامنا هو على الشاشة وده الخطاب اللي تم ارساله من ربطة الاندية المصرية لكرة القدم الى النادي الاهلي وبيتكلموا فيه بناء على كتاب او خطاب نادي الزمالك بخصوص يعني اعتذاره عن عدم اقامة مباراته مع الاهلي المقرر اقامتها اليوم السلاسات في استاد القاهرة طبعا الربطة اعتبرت الاعتذار ده هو بمثابة الانسحاب وعلى هذا الاساس اخترت النادي الاهلي ان المباراة تم إلغاءها واعتبار الاهلي فائزا باللقاء والثلاثة نقاط مهم جدا يا جماعة في التفاصيل اللي زي دي السياغ القانونية نادي بيعتذر يعني بينسحب وبالتالي الثلاثة نقاط تكون من طرف الفريق الاخر اللي ملوش اي زنب في هذه التفاصيل وبناء على ذلك الربطة امبارها اعلنت طبقا لجدول الترتيب لدامكم على الشاشة ان النادي الاهلي بقى اصبح لعب 19 مباراة فاس في 14 لقاء تعادل في ثلاث لقاءات خسر مبارتين بس اهداف بقت 42 وعلي 18 يعني فارق الاهداف 24 هدف والنقاط زاد رصيد الاهلي في النقاط الى 45 نقطة وبيرامدز في الصدارة ب62 ولكن الاهلي لعب عدد مباراة اقل من بيرامدز ب6 مباراة يعني 18 نقطة ان شاء الله بإذن الاهلي يكسبهم نحط الـ 18 على الـ 45 يبقى 63 وبالتالي يتخطى بيرامدز في الترتيب وتبدأ المنافسة بقى من هنا تخضوا بالكو في جدول الدوري اخر بند تحت مكتوب ايه تخصم ثلاث نقاط من الزمالك لانسحابه من مباراة الجولة السبعة وعشر فاصبح الموضوع خلاص منتهي تبقى لهذه التفاصيل القانونية والسيغ القانونية اللي بتأكد ان الزمالك منسحب وليس معتزرا لأي ظرف قهر الربطة اكيد اكدت التفاصيل دي في خطابها الرسم للنادي الاهلي لان الاعتذار بالنسبة للربطة هو انسحات ولاه يوجد هناك ظرف قهري ولو دخلت في تفاصيل الليحة مفهوم الظرف القهري مش موجود وعلى هذا الاساس اعتبرت الربطة ان الزمالك منسحب والاهلي فاز بالسلاس نقاط وعلى هذا الاساس النهاردة مفيش مباراة واغلقنا الملف ومن اليوم الاهلي يستعد لمواجهة فرق والملف بالنسبة للاهلي اصلا خلاص صفحة وتقفلت نبدأ نركز على اللي جاي لان اللي جاي على فكرة اصعب من اللي فات انت اللي جاي لسه مشوار طويل وهنا استعرض دفع مباراة جاية وترتيب مشوار طويل جدا في الدور العام وعدد نقاط انت بتحول يعني تلحق بيرامدز اللي مش عايز يأجل مباراات ولا بتكلم في التأجيل بيلعب كل مبارااته عايز يطبق نفس الكتالوج اللي عمله الزمالك من سنتين وقتها لما خد نصيحة كده من اللجنة الثلاثية إلعب وما تأجلش عشان الفريق اللي بيلعب في افريقيا وبيوصل نهائي لما يرجع اللي هو النادي الاهلي يبقى مضغوط فالكتالوج بيتطبق السنة دي ولكن بإذن الله النادي الاهلي ان شاء الله